وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول أرجو توجيه نصيحة دعامة المسلمين والشباب لعقوق الوالدين أو بسبب هذا والخروج عن طوعهم وكثرة القتل في هذه الأيام وكثرة الفواحش هذا من سوء التربية القتل والعقوق والمعاصي معصية الوالدين ولأمر الشاب هذا من سوء التربية وتضييع الشباب من قبل والديهم لأن الوالدين انشغلوا عن الأولاد انشغلوا هذا في الدنيا الأب مشتغل في الدنيا والشركات والمساهمات ولا يدري عن ولده والأم منشغله في الغالب في الوظيفة والعمل والخروج من البيت والولد من يكون معه مع مربية مع جنبية ما عليها منه ولا عليها من صلاحة ولا منه هذا سببه سوء التربية يجب على الوالدين أن يعتنيا بأولادهما في التربية والتوجيه السليم هذا من ناحية ناحية الثانية ما يسمعون ويقرأون في وسائل الإعلام من التنفير عن الوالدين وتنفير الزوجة من زوجها إلى الدعوة للحرية وعدم الكبت وما أشبى ذلك هذا يؤثر على هؤلاء يؤثر بغضا في قلوبهم وكراهية لأقاربهم هذا من الأسباب بلا شك والسبب الثالث بلا شك قلة الدين في النهوس قلة الدين في النهوس وقلة خوف الله عز وجل فالأسباب كثيرة إن شاء الله العافية